بسم الله وعلى بركة الله نبدأ من زمان كان الهدف في بناء البيوت ان الناس نتحمى فيها من حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المتطفلين ودايما اللي بيبني بيت بيحاول بكل الطرق ان هو يخلصه في أسرع وقت ممكن لكن تخيل ان فيه شخص ممكن يعد سنين كتير قوي توصل لعشرات السنين وهو بيبني بيت لا وكمان يصمم على ان هو ما يخلصش ويفضل يبني في قوض وممرات ويدهاليس لمدة سنين طب هل هو مليوم؟ شخص عنده دافع غامض للاستمرار في البناء ده اللي هنعرفه من حكاية السيدة وينشتر وينشستر اسمع كده وعلش اسمع غريب وينشستر الحكاية الاغرب من الخيال وبيتها العجيب ده والقصة اصلا الغريبة والغامضة مني بتاعت منزل وينشستر ايه حكايته؟ هاقول لكم رغم ان السيدة وينشستر قصيرة وحجمها ضائيل لكنها اتمتعت ده موهبة رهيبة جدا الا وهي ايه بقى؟ هاقول لكم بركة اسمعوني ايه هي بقى الموهبة؟ انها بتلفت نظر اي حد متعلمة من عيلة محترمة عازفة بيانو بارعة وقبل كل ده كانت جميلة ومريحة جدا ومين اللي ما يحبش بنت زي دي؟ كان اسمها سارا لكود باردي من قبل ما تبقى سيدة وينشستر لكن فجأة اتحولت الى الارمالة وينشستر بعجوز كئيبة غامضة من النوع اللي لما تبصله تحس ببلودها كده في جسمك وده بمجرد بس ما تقرب منها وما بين سارا الشابة المريحة والارمالة وينشستر العجوز الكئيبة في حكاية طويلة قوي حصلت في النيوهافن في ولاية كون تيك 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 الامريكية عديها الله يرضى عليك وما تقفليش على الكلمة عشان عارف ان انا اكيد قلت الكلمة غلط بس عديها السيد برضي الحرمو توقعوا ان بنتهم الجميلة هتلاقي زوج فري وتعيش حياة مرفاها وده كان رأي كل اللي عارفه سارا عشان جمالها الرهيب جدا ومزاياها الكتير قوي وفعلا تقدم لخدمتها انشاب ويليام وينشستر سليل عائلة وينشستر الغالية جدا والملكة الواحدة من اكبر شركات السلاح في امريكا وقتها واللي بيعود الفضل في نجاحها وثروتها لاختراعها الجنيد ده بندقية وينشستر الشبهة الالية البندقية اللي حققت نجاح باهر جدا في ستينيات القرن التساعتاشر خلال الحرب الاهلية الامريكية والمعارك كمان اللي خضها الجيش الاتحادي عشان يطرب القبائل بتاعة الهنود الحضر ويستولي على اراضيهم في الغرب الامريكي واليام وينشستر وصارة بردي اتجوزوا في سبتمبر سامة 1862 وعاشوا سوى أربع سنين كانت سنين هادية مليانة بهجة سرور سعادة وزادت سعادتهم أكتر بولادة بنتهم آني في سامة 1866 بس فرحة ألوان شستر مدمتش كتير البنت تعبت وده بعد أسابيع من ولادتها وللأسف ماتت ومع راحلها رحمت الحياة الحلوة اللي كان بيستمتع بيها الزوجين لسنوات الخسارة كانت تقيلة قوي خصوصا على سارة سارة اللي مقدرتش تتحمل الصدمة فغرقت في دوامة الحزن والكعابة وراحت منها الروح المرحة اللي كانت بتضحك وتفرح طول اليوم وحبست بقى نفسها في قضتها في الضلمة أغلب الوقت كانت قاعدة فيها كانت بتعيط وبتبكي لحد لما الاكتئاب ده سيطر على روحها سيطر عليه بشكل كامل قالوا وانشستر مخلفوش تاني بعد آني دول عاشوا حياة مملة جدا من كتر الحزن لكن الزمن والنسيان كفيل إن هو يمسح الزكريات السيئة دي وأي جروح وبعد سنين بدأت سارة إنها تستعيد جزء من روحها القديمة لكن المؤسف إن ما دامش كتير ومجرد ما بدأت السيدة وانشستر إنها تتعافى من أحزنها اتصاب زوجها وليام بمرض السل ومرضه برضو ما دامش كتير إن بعد فترة بسيطة وسنة 1880 مات وليام وبموته بدأ هاجز غريب جدا يسيطر على تفكيه السارة اللي بقى اسمها زي ما قلنا الأرنالة وانشستر إحساس خافي جدا خليها تحس إن موت أو موت أحبابها ما كانش حادث ده كان مقصود وعشان تلاقي جواب يريحها من الهواجز دي كلها لجأت سارة لوسيطة روحية مشهورة جدا وليها اسم وسيط في الوقت ده والمشهد كان كلقاتي الأرنالة الحزينة قاعدة على ترابيزة خشب صغيرة وسط قوضة ضلبة ما فيهاش غردو شمعة خافت المكان كله ساكت ما فيهوش غير كلام من الوسيطة العجوزة دي اللي قالت بالنهاية قدرت تحضر روح وليام وانشستر عشان تأكد العجوزة دي الفكرة قوي واصفت لسارة شكل وليام وبعض طباعه لحد لما تأكدت سارة بان روح جزها الراحل موجود فعلا معهم في القولة بعدها العجوزة اتكلمت على لسان وليام وقالت لسارة ان فيه لعنة شريرة بالطارد العيلة سببها آلاف الأرواح اللي ماتت بطلقات بنادق وانشستر بنادق وانشستر اللي كانت مصدر ثراء ورخاء العيلة وبان الأرواح الغاضبة دي اتسببت في موت وموت بنتهم آني وانها هطارت سارة كمان عشان تاخد حقها منها وعشان تتجنب سارة المصير الاسود ده لازم تبيع جميع أملكها وتسافر باتجاه وروب الشمس وتدور على بيت جديد بيت هي هتعرف تميزه وتعرفه وده لان روح وليام هتكون دليلها ومشداها كمان في رحلة البحث دي لازم تبدأي حياة جديدة وليام بيقول انك لازم تبني بيت كبير لنفسك ولكل الأرواح اللي ماتت بسبب السلاح الرهيب ده ويوعيت وقف البناء أبدا وفتكلي كويس لو فضلت تبني هتعيشي وإذا وقفت بنا هتموتي ده كان كلام الوسيطة العجوزة ولما سابت سارة بيت الوسيطة الروحية في اليوم ده كانت مؤمنة تماما بان اللي قالته العجوزة دي خلال جلسة التحضير بتاعت الأرواح هو حقيقي كلام شبح جزها الراحل وليام عشان كده بعت كل أملكها في اليوم هفن واتجهت ناحية الغرب الأمريكي في رحلة طويلة جداً لحد لما وصلت لكاليفورنيا وهناك الصدفة وصلتها أو ممكن نقول إحساسها شافت بيت خشب تحت الإنشاء متكون من ثمان غرف سارة حسد بلي ده البيت المنشوط وبان روح وزها هي اللي وصلتها الاهلاك وبغض النظر بقى عن حقيقة الإحساس ده أولاً اشترت سارة البيت والأرض اللي حواليه من صاحبه الطبيب روبرت كلادويل وبدأت في الحال في عملية بناء طويلة جداً استمرت لعشرات السنين سارة وينشستر أو ساقة وينشستر زي ما بيقول مش سارة سكنت في البيت ده مع الخدم بتوعها حتى قبل ما يكمل بناءه أو بمعنى صح من أول ما اشترته ومن يومها وما وقفتش أبداً أصوات المطار والمناشير وغيرها من أدوات البناء أيها هي عملت ورشة عمل مكوانة من 22 نجار محترف شغل لمدة ربعة وعشرين ساعة يومياً سبع أيام في الأسبوع تلتمية خمسة وستين يوم في السنة شغل ما بيقفش لها أيام حتى وقت الأكل كانوا عاملين شفتات عشان يستمر العمل وفي الليل وكل يوم كانت سارة بتدي توجيهات لكل اللي هيشتغلوا خلال اللي 24 ساعة اللي جاية ما كانش فيه أبداً خراية ولا حتى رسومات كان كل شيء بيتم بشكل عفوي وصارة كان مش مهمة عندها بتصرف قد إيه من المال ده ما كانش أصلاً عقبة بالنسبة لها ترك الجوزها وصلت إلى 20 مليون دولار غير نسبة ثابتة طبعاً وغير خضعة للرائب من أرباح بصانع أسلحة مونشستر يعني فلوس بتولد من غير مقابل ويوم بعد يوم كبر البيت وكل لما يكملوا قسم يبدأوا في بناء قسم جديد وكل لما يخلصوا دور يبنوا فيه دور تاني لحد لما بلغ ارتفاعه سبع أدوار وهو بالطبع ارتفاع كدير بالنسبة لبيت خشب أما جوه بقى فالموضوع بقى أشبه بمتاهة متاهة ضخمة جداً ممكن يتوق فيها الإنسان بسهولة قوي ما كانت الأمر مقتصر على وسع البيت وعشوائيته بس لا لكن الأرمالة وونشستر عملت فيه عن قصد خدع وأفخاخ كتير قوي فمثلاً البيت فيه 47 سلم أغلبها ما كانتش سلالة معادية لأنها كانت بتوصل لجدار مسدود أو بينتهي السلم اللي طالق ده بواحد تاني نازل وفيه كمان 476 باب كتير منهم ما كان شاعبها بتقليدية يعني جزء منها بيفتح على جدران مثلاً محفولة وجزء منها بيفتح على مرة البيت على طول وأحياناً بيوصل لقوضة فيها باب واحد تفتحه تلاقي نفسك في قوضة تاني وهكذا شبه بيجي البيت كمان كانت أغرب فأغلبها بيفتح على قوة تانية أو على الجدران أما الدهاليس بقى والممرات أغلبها بينتهي بجدار مسدود لا والطريق بقى إن حتى الخدم وأعمال البناء كانوا بيتوهوا بسهولة جوا البيت ده وكان أغلبهم بيستعين بخريطة عشان يلاقي طريقة ده غير إن كتير من الناس بيقولوا إن هي عملت ده عشان تربك الأشباح والأرواح اللي كانت بتطردها يعني كان عندها أتقاد إن بعض الناس اللي قتلتهم ببلادة وينشستر أو اللي تقتلوا يعني ببلادة وينشستر كانوا قتلة ونصوص وقطع طرق وأرواح الناس دي كانت حقدة وشريرة جدا وهتحاول إنها تنتقل منها وتأذيها عشان كده عملت الأفخاخ دي والمتاهات دي عشان الأرواح ديتوه ومتعرفش توصل لها وفي رأي تاني يقول إن عشوائية البناء وعدم استخدام البنائيين مثلا للقرائط هو ده اللي أدى في النهاية لوجود المتاهة العظيمة دي لأن صارة كانت بتفاجئهم كل يوم بأوامر جديدة وساعات كانت تقفل قسم كامل قبل حتى ما يخلص يعني وتأمورهم على طول إن هما يبدأوا في قسم تاني خالص مختلف تماما وبسبب كده اضطروا العمال إن هما يلغوا ويعدلوا أجزاء كتير جدا من البيت بناء على طلبها فطبيعي جدا تنتهي السلالة متطلعة بغيرها نازلة أو تفتح الأبواب والشبابيك على حيطة مقفولة فصراحة ده رأي منطقي جدا لكن الرأي الأول هو الأرجح لإنه إضافة لشزوز التصميم كان البيت مليار حاجات عجيبة جدا صعبة إن هي تكون نتيجة للمصادفة أو لعشوائية البناء فمثلا كان هناك التزام عجيب جدا بالرقم 13 جميع سلالة من بيت 13 درجة وكل الشبابيك بتتكون من 13 قطعة زجاجية ومعظم الجدران فيها 13 روح خشب وفيه 13 حمام و13 ملت و13 غرفة نوم و13 نجفة وفي سنة 1906 واعتلت دوار من دوار البيت السابعة بسبب ززال لوس أنجلوس المدمر وتسابق بقى من غير طرمين لأن الأرمالة وينشستر فكرت إن الكارسة اللي حصلت في البيت دي سببها عدم رضا الأرواح على اللي بيحصل ده العمل في منزل وينشستر استمر لمدة 16 سنة لكنه وقف في يوم من الأيام كده يعني ممكن نقول في ستمبر سنة 1922 لأن في اليوم ده ما صحتش صارة وينشستر من النوم دول لقوا الخدم جسستها في السرير ماتت بهدوء وهي نايمة عن عمري وناهز ثلاثة وتبعين سنة وحسب وصيدها اللي كانت مكونة من 13 فقرة وفيها ب13 امضاء أوصد بنقل جسستها لمسقط رأسها في نيو هابل عشان تدفن في قبر جنب قبر جزها واليوم وبنتها قالي أما ثروتها وجميع ما تملك فسبتهم لبنته اختها فرانسيز ماريوت اللي كانت مديرة أعمالها لسنين طويلة جدا وفي الحقيقة بعد 38 سنة من البناء والهدر المستمر للأموال ما كانش فاضل كتير من ثروة سارة للأسف أما الوريسة فرانسيز فما كانتش عاوزة تحتفظ بالبيت أصلا وعشان كده فندته من كل الأثاث وتخيل إن عملية الإخلاق خدت سبع أسابيع لأن عمال الشحن كانوا بيتوه أصلا جوه البيت وعرضت البيت ده للبيع في مزاد علانيه اشتراي عدد من المستثمرين في مجال السياحة بمبلغ خمسة ونص مليون دولار وبكده يتحول البيت لمعلم سياحي واستقبل أول مجموعة من الزوار والسياح بعد خمس شهور بس من موت سارة وانشستر وفي اختلاف حوالين عدد غرف البيت بسبب طبيقة بناءه كل مرة يحسبوا عدد الغرف يوصلوا للرقم مختلف والرقم الرسمي والأخير هو مية وستين غرفة مع إن فيه شك في الرقم ده بردو لكن واحد من الكتب اللي صدرت وتناولت حياة سارة وانشستر بالتفصيل المملكة له رأيي تاني خالص فحسب مؤلفة الكتاب كانت دافع لبناء البيت الضخم ده ورغبة سارة وانشستر في النعزال والهروب من أصدقائها وحتى كمان قريبها وده بسبب إن هي كبرت وجمالها راح وبيتقال بإيديها أصلا كمان كانت بتترعش باستمرار بقها كمان فاضي من النسنان كمانا لكن في الحقيقة معظم الناس مش مقتنعين ده لإن سارة كانت بتقابل المنجارين والعمال في البيت كل يوم وإن المستبعد إن تكون عندها عقدة بسبب شكلها ومظهرها لكن هل كان فيه فعلا أشباح بتطردها؟ سارة وانشستر كانت ستة مضطربة نفسيا وده نتيجة فقدان بنتها وزوجها وده أثر على سلامتها العطلية والدليل على كده هو أن هي بددت فلوسها المدة 40 سنة في بناء جريب جدا وده تصرف ما يخرجش من شخص عائل أبدا وعلى فكرة فيه ناس كانت مؤمنة بقصة الأشباح والبيت موجود لحد النهاردة على قائمة أشهر المنازل المسكونة في الولايات المتحدة الأمريكية وعن قصص البيوت اللي بتدور حقوقين الأشباح وا 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 فيه ناس بتقول إن سارة كانت على اتصال بالأشباح وده خلال حياتها في البيت ده وإن فيه غرفة سرية كانت بتستخدمها لتحضير الأرواح وفيه حكايات عن عصف بيانو حلو جدا بيتسمع من مكان مجهول جوه البيت وشايفين إن هو عصف الأرمانة وينشستر لأن هي كانت عزفة بيان وبارع في شبابها ويمكن شبحها بعد الموت بقى يعزف الموسيقى الحزينة دي للأرواح والأشباح اللي كانت بتطردها في حياتها يا السلام اعتقاد الجماعة الأجانب دول عجيب والله يعني هو معتقد إن قارنها أو شبحها بيعمل مزيكة للناس اللي تقتلت بالبنادق بتاعت مصلح جوزها انت متخيب؟ أقسم بالله علم عجيبة في النهاية أعزائي المستمعين والمشاهدين إحنا كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة إنت بقى لو عندك حاجة كده جريبة شفتها سمعتها معتقد سمعته من حد قريب منك جرامك أو ممكن نقول بلد جنبك عندهم تقاد بحاجة معانا ممكن تقول لنا في الكومنتات وكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة مشكركم شكرا جزيلا كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف ترجمة نانسي قنقر